كثير في ناس عندهم سكري ومحهم ضغط وعندهم ارتفاع في الكولسترول وارتفاع في الدون وضعف في الذاكرة وعندهم تجلطات في الدم وعندهم التهابات سواء في البول او حتى في المعدة طب شو ممكن نعمل ايش في حاجات من الطبيعة ممكن تساعدنا بسيطة نبات القرفة او لحاء القرفة اللي بدخل في الابهارات وبدخل في فطيرة التفاح اللي كتير من الناس بحبوها فتناول القرفة عدان القرفة يوميا من كأس الى كأسين رح يساعدنا في حل كل المشاكل السابقة كمان القرفة طائمة حلو ومفيدة جدا بالذات للناس اللي عندهم السكري والضغط والكولسترول والدهون حتى الناس عندهم ضعف الذاكرة يشربوا قرفة حتى الناس اللي عندهم مشاكل جنسية عليكم بشرب القرفة فهي منشط جنسي رائع اشتركوا في القناة